السلام عليكم ازايكوا اهلا متابعين في الدنيا معاكوا عبير من قناة منواعات بوتا النهاردة واستكمالا للحدث الشائع على منصات السوشيال ميديا وهي قصة حسن شاكوش وزوجته اللي رماها في الشارع واخد عفشاه وشبكتها والإصالة الأمانة اللي هو مؤخرها وظهر التسريبات لصور جواز ليها من عريس تاني لما ريهام سعيد استضفت والدها طبعا عشان ريهام سعيد بينها مشاكل وبين شاكوش لما كان رايح يغني في بيتها في عيد ميلاد حد من ولادها ولقى ان كان مفكر ان هي تبقى ولادها وشوية أصحاب صغيرين لقى الحفلة كبيرة فاعتذر ومشي ودرت معركة بينه مع السوشيال ميديا وتلقيح ريهام سعيد وشاكوش وفي الآخر خالص لقتها فرصة ان هي تتدخل وتنتقل منه طبعا ودي مش مهنية خالص لانها برنامج عادي بيتكلم في قضايا مش برنامج توكشو بس الظريف بقى ان والد ريم أحراجها كتير جدا وما رضيش يرد عليها ولا يجاوبها على اي سؤال ولما تسأله السؤال يقول لها اسأل ايه هو تقول له طب انت مش عايز تجاوب ليه يقول لها كده مش عايز اجاوب اسأل ايه هو انا بس عايز ايه القانون ياخد مجرى انما لما استضافوا عمر أديب وبيسألوا عن الجوازة الاولى وان شاكوش بيقول انها كانت متجوزة قبل كده رد عليه وقال له الحاجة اللي ما يقبلهاش المنطق ما تكلمنيش فيها فرد عمر وقال له اكيد ان المأذون اللي كتب الكتاب كان هيكتب فأبو ريم كان كل ردوده وما فيش فيها اي اتهام او اساءة لشاكوش او اي حاجة تتمسك عليه بس الغريب ان والد ريم كان عاوز يسيب دايما المواضيع مفتوحة عشان الناس تتكلم تتساءل ان هو يدي فرصة ان هو يظهر شاكوش على حقيقته مثلا شاكوش كان مع امراته اللي قبل كده كانت متجوزة عرفي واحدة اسمها سلمة مجدي طلعت وعملت فيديوهات فاحنا دايما بيتقال ان جزل اتنين ده يا قادر يا فاجر هو ده المثل الشعبي اللي ممكن يتقال في حالة حسن شاكوش العاطفية وجوازاته السرية والعلانية وحواراته اللي مش خلصانة ابدا بالشياكة ولا بشياكة ولا بجنتلة من شهرين كده الجديدة سجدت وشكرت ربنا اللي هي ريم طارق وشكرت ربنا على شاكوش النهاردة بقى القديمة بتقول ايه هو الطلاق ملوش سجدة وما بين القديمة والجديدة حكايات طويلة وغريبة لشكوش ايام الكحراطة والمرماطة وشكوش ايام النغنغة والدلع والشهرة والفلوس الحكاية اولها واخرها كدنسة اه بجد من الرجالة وطبع الرجالة الواحد منهم طول ما هو مفلس وكحيان هتفضلي في امان لكن بمجرد ما يمسك الفلوس ويركى بالترين يبقى خلاص يغضر ويتنمرض ويجري ورا الجنس الناعم عشان يشبع من الحرمان اللي كان فيه زمان اه مش يعني مش حلو قوي ان يتقال يمقامنا للرجال يمقامنا للماية في الغربال بس هو ده اللي حاصل مع المطرب المشهور صاحب اغنية بنت الجيران حسن شاكوش اللي كان طالع علينا في برنامج العرافة في شهر رمضان مع امراته الجديدة اللي هو دلوقتي ولدها كان بيقول انه عامل يعني ولدها قال ان حسن شاكوش عامل اكاونت جديد وبيهددهم فعمله بلاغ فيه للنائب العام وكمان قال للعمر قديب انه هو ايه بيعمل بلاغ من المنبر بتاع عمر كان في البرنامج بيقول له بنتك اخبارها ايه وعملة ايه قال له لأ انا بنتي حالتها ممتازة اما شاكوش بقى هو في برنامج العرافة كان بيحلف ويتقطع انه مفيش لا قبلها ولا في بعدها وهي الاولى والاخيرة عشان يظهر بعد كده انه كان متجوز رقاصة اسمها سلمة ماجدي متجوزها عرفي في السر وده قبل ما يتشهر الكلام ده اللي قالته سلمة على السوشيال ميديا في فيديوهات ليها قبل جواز شاكوش شافها في حفلة في اسكندرية بترقص طبعا كان كحروت مش لاقي ياكل بعد كده طلبها للجواز بس جواز عرفي عشان اسرته ما تعملوش مشاكل وبعد فترة ابتدى يتشهر والفرلوس تجري في ايده وحسب كلامها ان بعد الشهرة ابتدى اسلوبه يتغير في المعاملة مش بس معاها هي لأ ده كمان مع صحابه وبدأ يعق وبدأ يعمل علاقات حريمي كتير كل يوم واحدة لحد ما في يوم افشته مع واحدة في شاقته بتاعت هضبة الهرم بعد ما حاول يسرب اللي كانت معاه وكان ايلها ان هو في البيت عند مامته وبعد مكالمة بينهم قبل ما تثبطه كان رد فعلي شاكوش ان هو ضربها وقطع هدومها وقطع الورق العرفي اللي بينهم وطردها من الشقة فراحت حرارة محضر ضده في محكمته الاسرة عشان تثبت الزواج العرفي اللي هو انقره وانقره في برنامج العرفة قدام ريم لما قال لو انا حرفيا كده قال كده لو فيه واحدة بتقول ان انا متجوزها تثبت وتجيب ورق وساعتها انا واحدة من الناس شكت فيه لان لو هو عايز ينكر وهو صادق فبيقول لا انا ما متجوزتش قبل كده ولا حاجة انما قصة لو كانوا لو واحدة معاها يعني بتقول ان انا تجوزتها تطلع ورق يبقى اكيد انت سلمة صادقة ان هو فعلا قطع الورقة اللي كانت بينهم سلمة طلعت في اكتر من فيديو فرشة الملايا الشاكوش وقالت في واحد منهم مش عارفة ابتدي منين من قلة الاصل ولا البخل ولا البرشام ولا المخدرات ولا ايه الواحد عنده كتير قوي بس مش عارفة ابتدي منين وطبعا حسن كولونيا طلع يقول لو حد معاها ورقة يجيبها ويقدمها لا يا شاهم انت قطعتها وبهدلتها ومرمطتها وبرضو ما عملتش محضر وقالت انا عمري ما تكلمت على حد من اهلك عشان انا اهلي محترمين لا ناس بتوع برشام الحمد لله شبعانين مفيش حد من اهلي قطعني وختمت كلامها بالفيديو وقالت اوعى تنسى انت ايه الفقر مش عيب الغريب بقى انها بمجرد ما حصلت مشكلة شاكوش مع ريم ريم طبعا اللي سجدت عشان اتجوزت ابو الشواكيش واللي كان بيقول ان هي حب عمره قالت ان هي لما سجدت هو اللي قال لها اسجدي عشان نركب التريند حب عمره بقى اللي سجد ده حب عمره رح رازعه بقى حطة محضر تبديد واستلاء على منقلات زوجية واستلاء على الشبكة وقصال الامانة بتاعها اللي هو كان مؤخرها اللي بسبب ده طردها من البيت واكتشف حد من قريبه بقى قال ان هو اكتشف ان هي كانت متجوزة واحد قبله طيب هي كانت متجوزة واحد قبله هو يعني معرفش خالص ولا المأزون كتب طبعا سلمة مجدي علقت يوم المشكلة دي ببوست نزلته قالت جماعة هو الطلاق ملوش سجدة على فكرة انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده ان ريم قالت ان شاكوش هو اللي قالها ايه ازجودي الغريب بقى ان اسمها سلمة مراته الاولانية يوم جوازه نزلت صورة ليها بفستان مسير جدا حطت عليه قلوب سودا ونشرت خبر جواز شاكوش وايموشن سخرية زي كده ما بيقولوا ايه اصدها تقول اللي خدته للقرعة تبقى تخدم والشعور وما يمرش وقت طويل يعني في حدود شهرين بالزبط الا اللي وتوقعته مرات شاكوش حصل مع مراته الجديدة اللي كان باين عليها جدا في برنامج العرافة ان هي شكة فيه وشكة في علاقاته حتى بعد الجواز يا ترى المعركة اللي دايرة دي على شاكوش هتخلص على ايه هل فعلا الايام بتاخد حق مراته القديمة؟ وهل المقصود ان شاكوش بيلعب باي واحدة بيرتبط بيها؟ الله اعلم النواية بتاعت الفيديو يعني انا بعملكوا الفيديو دا عن النوايات دي مش عشان اعمل فيديو افضح فيه شكوش لأ النواية دي لا يمكن تكون قدوة للشباب ولا يستحقوا ان هم يمبهروا بيهم لان هم حالة سيئة او سرطان كده متفشي في المجتمع المصري المفروض انه يتم استقصاله ونرجع بقى لزمن الفن المحترم اللي كنا بنسمع عن الفنانين واغبارهم الفنية ما كناش بنسمع ابدا يعني فين وفين على نعرف ان فلان كان متجاوز فلانة الممثلة الفنانة اللي زيه انما دلوقتي بقينا نسمع فضايح وسلوكيات فزدة وكد واخلاقيات لا تصلح لأي فنان لله الامر من قبل ومن بعد لو وصلت معايا في الفيديو اللي هنا يبقى اكيد عجبك الفيديو لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصل لك كل الفيديوهاتي واتقابل معاكم مع فيديو جديد واحداث جديدة من الفن والفنانين